تحياتي درجة عادة الأجداد في الموروث الشعبي على ربط التغير في سلوك الطيور مع التغير في أحوال الجو والطقس والتغيرات المناخية بهذا اللقاء سأتحدث عن شواهد من الطبيعة كنت بجمعها وتوثيقها على مدار سنوات خلال جولات البرية في الطبيعة وكيف لاحظت فعلا أن هناك تغيرا ملحوظا في سلوك الطيور تبعا للتغير في درجات الحرارة والأحوال الجوية بالتحديد سأتحدث عن سلوك الطيور وكيف يتغير خلال خمسينية الشتاء وخلال فتراتها الأربعة سعد ذابح سعد بلع سعد السعود وسعد الخبايا ما هي الطيور التي تنشط في كل واحدة من هذه الفترات كيف تتغير تغريداتها ماذا عن الطيور المهاجرة وتقوس التزاوج وأنماط الغذاء والتعشيش لنبدأ مشوارنا خليكم معي يقسم أهل بلاد الشام ومدتها خمسين يوما وتبدأ من بداية الشباط وتنتهي بتاريخ 21 آذار وتقسم خمسينية الشتاء إلى أربعة فترات متساوية بواقع 12 يوم ونص لكل فترة وهي سعد ذابح ثم سعد بلع ثم سعد السعود وتختتم بسعد الخبايا وهذه السعودات الأربعة هي التي سنتحدث عن تغير سلوك الطيور خلالها فبالرغم من قصر هذه الفترات إلا أنها تشهد تغيرا ملحوظا في سلوك الطيور وانتشارها ووفرة أنواعها في نفس المنطقة سعد ذابح كما يقول المثل سعد ذبح كلب ما نبح فلاح ما فلح راعي ما صرح في كناية عن شدة البرد وغزارة الأمطار على فترات طويلة ومتواصلة مما يمنع الناس والحيوانات والطيور من الحركة حيث تكون حركة الطيور في هذه الفترة محدودة جدا وخاصة الطيور المقيمة حيث يمتاز هذا السعد بغزارة الأمطار وشدتها وتواصلها لفترات طويلة ما يصيب الطيور المقيمة بما يشبه الصدمة حيث تسكن وتختفي عن المشهد الطبيعي وتقل حركتها إلى أدنى مستوى ويقتصر نشاط الطيور على بعض الطيور الزائرة الشتوية التي تأتي في الأصل من أماكن أكثر بردا وأغزر مطرا بالتالي هذه الطيور لا تتأثر بالمطر الغزير بحكم اعتيادها على مثل هذه الأجواء ومن هذه الطيور طائر الذعر البيضاء أو الكركس الذي ينتشر في الطبيعة وفي مناطق العمران ومن الطيور الزائرة الشتوية أيضا طائر الكليع المطوق طائر صغير الحجم تراه يقف في المناطق المكشوفة بالرغم من غزارة الأمطار ومن الطيور كبيرة الحجم التي كنت بتوثيكها خلال فترة ساعة ذابح طائر البلشون الأبيض الكبير الذي لا تمنعه الأمطار الغزيرة عن الحركة ولا يمنعه المطر من التقاط فرائسه أما الطيور المقيمة كطائر الحجل فيلجأ إلى ظلال الأشجار ليحتمي من المطر على شكل مجموعات في مشهد يأسر الألباب ومن الطيور المشاكسة التي لا يهمها المطر ولا البرد وتستمر في نشاطها كالمعتاد بالرغم من المطر الغزير طائر المينة الهندي أما طيور المدينة كطائر الدور البلدي فيبحث عن مصدر طعام من بقايا طعام البشر ويحتمي بفتحات المباني والنوافذ والبلاكين ساعة بلع في ساعة بلع تنزل النقطة وبتنبلع كناية عن سرعة امتصاص الأرض للمياه بعد هطول المطر استمر هطول المطر في هذا الساعة الثاني تستمر الطيور الزائر الشتوية في نشاط يتفوق على نشاط الطيور المقيمة وأجمل الطيور التي تنشط في ساعة بلع الزائر الشتوي أبو الحناء الأوروبي أو أبو الحن أو سراك حنمه كما يسمى في مناطق متفرقة من بلاد الشام وخاصة فلسطين وطائر آخر لا يقل جمالا عن أبو الحناء وهو طائر زرقاء الزور أو كما يسمى في بعض المناطق العندليب الشمالي ومن الطيور الزائر الشتوية التي تنشط خلال ساعة بلع وتنتشر في الأراضي الزراعية وفي محيط تجمعات المياه الموسمية طائر القطقاط أو الزكزاك الشامي وهو طائر زائر شتوي يتواجد في المناطق المكشوفة بالتالي لا يتأثر بالمطر إلا أنه يتجمع على شكل مجموعات صغيرة في ساعات الهطور الغزير أما الطيور المقيمة فتستغل ساعات توقف الأمطار لتنتشر وتملأ تغريداتها أماكن انتشارها من هذه الطيور عصور الشمس الفلسطيني الذي يعتلي أغصان الشجر وتتداخل تغريداته مع تغريدات الطيور التي تشاركه في المكان والموائل كالكرقف الكبير والمغرد الرشيقة والبلبل أصفر العجز أما الكروان من الطيور المقيمة التي تتجنب الهطورات الغزيرة في ساعة بلع ويستظل بالشجر وينتشر في ساعات توقف المطر بحثا عن الحشرات القليلة التي تنشط في هذا الموسم ومن الطيور التي تنتشر وتنشط في ساعة بلع الطائر المقيم الزكزاق الشوكي وهو من الطيور الخواضة التي تنتشر في الأراضي الزراعية وهو متأقلم تماما مع الهطولات الغزيرة ويعمل طوال الوقت في جمع الديدان من باطن التربة الزراعية المشبعة بالمياه في ساعة بلع تبدأ الطيور المهاجرة بالظهور في الطبيعة بشكل تدريجي ومن أجمل هذه الطيور أنواع متعددة من البط المهاجر والتي تتواجد بأعداد كبيرة في المناطق الرطبة والبرك الزراعية والسهود ساعة السعود في ساعة السعود بدب الماء في العود وبدفى كل مبرود تبدأ أوراق الشجر بالبروز والأزهار بالتفتح وتنمو الحشائش وتنطلق الطيور المقيمة إلى الطبيعة كأنها انطلقت من سبات شتوي وتتفوق الطيور المقيمة في نشاطها على الطيور الزائرة الشتوية والتي بدورها تبدأ بالمغادرة وفي المقابل تزداد أعداد الطيور المهاجرة في الطبيعة في ساعة السعود تنتشر الطيور المغردة كما لم تنتشر من قبل حيث تملأ كروم اللوز المزهر طيور درسة القمح المغردة وأصفور الشمس الفلسطيني والبلبل أصفر العجز وتنشط طيور الحسون بأنواعها الحسون الظالم والحسون التفاحي والحسون الأخضر أبو الصفر ومع دخول شهر آذار في النصف الثاني من ساعة السعود نتمتع بمشاهد من بطولة الطبيعة والطيور في مشهد استثنائي وصفه المثل القائل آذار ساعة شميسي وساعة مطار وساعة مكاكات الشنر تتداخل فترات المطر مع ظهور الشمس ويتكرر ظهور كوس كزح في مشهد يسلب الألباب خاصة مع وجود الطيور المهاجرة التي تنتشر بأعداد أكبر كطائر النورس الذي يحط الرحال في تجمعات المياه الموسمية كما تمتلئ السماء بأفواج متتالية من الطيور المهاجرة كطيور الكركة الشائع وطيور البجع الأبيض الكبير وطيور اللقلق الأبيض أما الشق الثاني من المثل ساعة مكاكات الشنر يتمثل في الطبيعة في انتشار أكثر الطيور جمالا ونشاطا في هذه الفترة وهو طائر الحجل الشائع ينطلق إلى الطبيعة وتملأ تغريدات الجبال والتلال والسهول وتبدأ طقوس التزاوج حيث يقوم بحركات تبدو عشوائية سريعة إلا أنها طريقته في الغزل والظفر بشريكته في هذا الموسم سعد الخبايا وفي سعد الخبايا بيطلعني الحياة في كناية عن خروج الكثير من الكائنات من سبات هشتوي حيث تنتشر الأفاعي والزواحف ما يرافقه نشاط ملحوظ للطيور الجارحة التي تتغذى عليها ومن أكثر هذه الجوارح انتشارا ونشاطا طائر العوسك أو السقيري حيث ينتشر مشهد تحليكه في الهواء أثناء رصده للفرائس وتصبح مهمة الظفر بصيد ثمين أسهل حيث وفرت الزواحف والقوارض والحشرات وفي سلوك مشابه إلى درجة كبيرة بالعوسك تنتشر الحدأة سوداء الجناح ويتركز تواجدها في السهول التي تكتسي باللون الأخضر وتزداد فرصة الحدأة بصيد فأر الحقل فريستها المفضلة وينشط طائر البوم الصغير على الأرض ويزداد نشاط الطيور الجارحة الضخمة في السماء كالعقاب الذهبي وعقاب الثعابين والباز الحوام طويل الأرجل أما الطيور المهاجرة فتظهر في الطبيعة بأعداد أكبر وتنوع أكثر خاصة الطيور المائية حيث تنتشر طيور الطيطة المختلفة وبأعداد وفيرة وهي طيور خواضة تنبش الطربة المشبعة بالمياه للبحث عن الديدان التي تشكل غذائها الرئيس وتشبهها طيور الحجوالة في نفس السلوك وتشاركها نفس المكان وفي سعد الخبايا تبدأ الطيور بالتعشيش فتنتشر طقوس التزاوج في كل مكان في البرية وفي محيط المناطق المبنية فتنتشر أعشاش طيور الزكزاك في المناطق الزراعية والذي يضع بيوضه في حفة صغيرة على الأرض ويقوم بمهاجمة كل من يقترب منه من طيور ومواشي ومن متطفلين البشر ويشابهه في نفس السلوك طيور الكرسوع أبو مغازل وفي الحضائق المنزلية تنتشر أعشاش البلبل أصفر العجز وطائر السودة الشحرور ويساعد في حماية الأعشاش الشجرية فورة أوراق الشجر التي تشكل غطاء من صنع الخالق وأجمل ما في سعد الخبايا انتشار أعشاش الحجل التي نجدها في أطراف الطرق ومحيط المناطق المأهولة وبين الشجيرات ومع نهاية سعد الخبايا 21 آذار نبدأ بالاستعداد لدخول فصل الربيع الذي سيكون لنا إن شاء الله وقفة مع سلوك الطيور فيه أتمنى أن يكون المحتوى قد نال إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد شكرا جزيلا لمتابعتكم وإلى اللقاء في فيديو جديد وموضوع جديد مع تحياتي عماد دوس اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة